خسرة الأسواق العالمية مبارح 6.4 تريليون دولار قيمة بتوازي ربع الاقتصاد الأمريكي لعبة مخاطر الحرب بالشرق الأوسط دورة بهالخسائر بس الواقع أنه في أزمة مالية كبيرة ما خصة بالشرق الأوسط بلشت تبين من فترة قبل إقفال الأسواق يوم الجمعة فرجت بيانات وزارة العمل الأمريكية أنه معدلات البطالة وصلت لأعلى مستوى إله من وقت الكورونا بإشارة لركود قريب حيضرب الاقتصاد الأمريكي ويمكن العالمة ترطبت أسباب هالأزمة بالسياسات المتشددة اللي ما اعتمدها البنك المركزي الأمريكي لمحاربة التضخم عبر الرفع المتواصل للفوائد لوصلت لأعلى نقطة إله من 23 سنة البنك المركزي مضطر يعتمدها السياسة حتى ما يفقد الدولار قيمته تدريجيا بس بالمقابل بيؤدي رفع الفوائد لركود بالقطاعات الاقتصادية تقطع هذا المشهد مع تطورات شهر الأوسط واحتمال الحرب المفتوحة رح تهدد هيك حرب طرق توريد النفط بمنطقة بتأمن 31.5% من إنتاج النفط العالمة و18% من إنتاج الغاز عرقلة خطوط توريد النفط والغاز متل ما صار بأعقاب الحرب على أوكرانيا ممكن يكون هو الشرارة اللي بتنطلق منها الأزمة الاقتصادية العالمية السوق عم تقرأ بيانات واضحة من جهة حماية الدولار عبر رفع الفوائد إلى كلفة ومن جهة تانية تراجع عن سياسة رفع الفوائد هيعنى هزيمة أمريكية بالحرب ضد التضخم وضربة إضافية لموقع الدولار العالمة